انا راد الجحفري رمضان كريم علينا وعليكم ويا ربي ينعاد علينا بالصحة والعافية وان شاء الله رمضان القادم يكون كلنا مبرمجين سكرات وغيرها من لغات البرمجة الفيديو مالتنا اليوم او درسنا اليوم هو ايضا تكمل عن الفستاتمان لكن راح تكون بطريقة مختلفة وبيها اضافات جديدة خلوا نشوفوا يعني بداية انا صممت هذا الكود او رتبت هذا الكود لانه احنا ما اخذينا هو الحركة بالكود بالاتجاهات مختلفة والاتجاهات المختلفة هي مجرد انه من events طبعا الفيديو القديم موجود من events اختارت when key pairs و change y سواء الاعلى minus y للأسفل و change right وال left و خليها point direction اللي شرحناها بالدروس السابقة لتغيير وجه او للأخت خلي multi و ال separate اللي يعني نقول يلتف او يفتر بالعراقي مشروعنا اليوم او وضافتنا اليوم خلنا نختار باقي drop انتظروا تكم ما اختاره من البداية راح اختار plus sky خلنا نجرب blue sky و نخلي نقط مالتنا احنا و راح اختار separate ثاني او كائن ثاني و خلي يكون تفاحة هاي التفاحة هاي التفاحة راح خلي عجمها 75 حتى تكون ملاء البكرة مالتنا اشو تقول تقول انه تطلع التفاحة بمكان معين لا على التعيين تمام على الشاشة نروح القط يحاول انه ياخذها اول ما القط يطخ بالتفاح او اول ما القط يكون touch وهي التفاح اخذنا احنا هذا الشرط اخذنا من sensing و اخذنا touching و من age او separate تمام لكن هالمرة لا راح يكون الشرط مالتنا يختلف نكمل اول ما يطخ اول ما يسوي لها touch القط التفاح راح تختفي من يمه وتطلع بغير مكان تمام اضافة الى ذلك خلال الجسم راح راح نضيف واحد من الشروط او control او loops الجديدة يلا خلن نكمل شغلنا القط كبرمجة او ككود اه كل اللي يحتاج منه انه يتحرك لي على ربعة نجاهات وهذا ما اخذينا مثل ما قلنا ب كورس سابق نجي على الابل التفاح اليوم الشرط اللي اريد استخدمه برنامج توتشنج كولر يعني شنو يعني انه اني وقت ما المس هذا او شرط اللي احقق عليه هو اللون لون معين تمام تمام يعني مكان ما اني اروح على اسمه اروح على اللون مال كل راح تفيدنا مستقبلا عدنا عدنا بروجيكت مال متاهة هاي راح هذا الشرط كل راح يساعد نبي نكمل انا اريد اريد من التفاحة انه وقت ما تظهر بمكان والقط يكون توتش وياها تختفي التفاحة من هالمكان تطلع لبغير مكان هاي شنو معناها اه معناها انه عندي اف اوكي اف توتشنج كولر نجي هنا ركزلي على الكولر توتشنج كولر اللي هو هذا فهنا وقت تشوفون ماذا صارت علي يعني اكون امكانية اني اغير انا اقدر اغير من هاي الزلاجات نسميها او البر اقدر اغير واختار درجة اللون المحدد واكو طريقة ثانية عندي يكون اسرع وادق نشوف هاي القطر هاي هنا على الصورة وقت انقر عليها راح انقر عليها وقت انقر عليها هنا تظهر تشوفون الشاشة يصير الاطار مال الدائرة اختار دقة اللون اللي تريدها فان اريد القط توتشنج للتفاحة وهي نفس الشي لما التفاحة سوى توتشنج للقط تمام فراح اختار هذا اللون لي اش لان ابرمج بالكائن تفاحة فاش راح اختار لون القط هو راح يكون اللون مالتي اللي بالاف فراح يكون شغل الاف احنا عدنا مثل ما قلنا القط اللي راح يتحرك لكن الشرط وين خليتها آني خليتها بالكائن الثاني اللي هو التفاحة فاش راح يكون اف توتشنج كولور يعني هل التفاحة صارت لمست او صارت توتش ويا اه الكلور او اللون مال القط اذا اي شنو اللي يصير عندنا انه بعد ما يكون توتشنج وتحقق الشرط تختفي منها المكان تطلع بغير مكان تغير مكانها يعني تغير المالتها وتظهر هنا احتاجت اشياء بها جديد وبها قديم فالاشياء القديمة انه شنو اللي اريد انا راح برمج داخل الاف لا تنسو داخل الاف هذا اش وقت يتنفذ عندما يتحقق الشرط هاذ زين انا اقول لها تغير مكانها تختفي وتغير مكانها هاي شنو معناها تغير مكانها يعني go to random position ماذا احدد لها زين تختفي يعني شنو اروح للوقس وعندي الشو والهايد ايضا احنا هذان البلوكس اخذناها بالفيديوهات السابقة فعنش اريد وقت يتحقق الشرط يكون للتفاحة تختفي زين بعد ما اختفت شنو الخطوة اللي اريدها قلنا قلنا تغير مكانها غيرت مكانها زين السؤال هنا هي غيرت مكانها راح تظهر لولا وقف الفيديو وحاول الجاوب بينما اشرحان الحل هنا انا وقت انا اجي انفذ وقت يكون عندي touch راح يدخل بال if انه حقق الشرط دخل بال if انا من قلت لها hide اي كائن اقول لها hide بعد ما يظهر الا اقول لها show خلص اتغير المكان. نحتاج event. بمعنى انه القطر مستخدمه 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 مالتي انه اضغط على الاتجاهات من الكيبورد. هنا انا اللي احتاجه انه دائما تكون التفاحة او الكائن الثاني عندي active. يعني هو run. انه قيد التنفيذ الى ان يتحقق الشرط. فهناش احتاج او ال event المناسب الي راح يكون هو ال flag. هو ال flag. زين. وقت انقر على ال flag. ال if راح تتنفذ مرة وحدة. وبهيج حالة مجرد انه انا راح اضغط على هذا ال flag و راح ابدأ انفذ. تمام? تشوفون ما داي ما جاي يتحقق عندي الشرط. رغم انه هو touch لهذا اللون. يعني دايصر عندي لمس لهذا اللون. ليش. لان ال if تنفذت مرة وحدة بتحقيق واحد. انه حقق لي. بس مرة. حقق لي للمرة وحدة. خلال هاي الحركة او او بعد ما شغل. بعد ما نفذت run. هل اكو touch لهذا اللون? لا. اذا اوقفت. لازم اش ارجع. ادوس run. ادوس flag من جديد. اضغط على flag من جديد اللي هو run. go. ويا الله انفذ. فهنانا الحل شنو او الشيء جديد اللي forever. forever loop او الحلقة التكرارية forever. هاي شنو معناها? معناها انه البلوكس اللي راح تكون داخل هاي اللوب راح تتنفذ على طول الوقت. راح تدائما هي راح تتنفذ. forever معناها الى الابد. الى ان انا اضغط. يا اما تبقى هي اه متنفذة يا اما انا اضغط على stop. على هاي الحمرة. انا اش اريد? حتى يتحقق الشرط من multi. الف دائما. لازم اش اخلي 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 forever. اي بمعنى. التفاحة راح تكون بعد ما اضغط على هذا الافلاق. راح تكون دائما في حالة run. دائما اكو تنفيذ. دائما. دائما الشرط مالتي يسأل. هو صار عندي لمس لهذا اللون. لو لا. اذا صار عندي لمس حتى اختفي اغير المكان واظهر مرة ثانية بمكان اخر. هذا الفيديو مالتنا. الوقت صار طويل. ماريد اطول عليكم. لكن المشروع هيش يتكلم. الجزء الاول من عند احنا منفذينه بغير فيديو. اللي هو حركة القط بالاتجاهات الاربعة. اضافة الى انه فيديو سابق ايضا شرحنا انه كيف نغير من خلال ال point in direction. نغير وجه القط. هسا نجي 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 ننفذ الشيط جديد مالتنا. عندنا شرط جديد. وعندنا استخدام جديد لل forever وهي كيف تعمل. راح انفذ ونشوف العمل. راح ادوس على هذا الفلاك. ما التنفيذ. وهنا صار عندي شغل للتفاحة. يعني صار عندي وقت يجي القط يمشي بتجاه التفاحة غيرت مكان. وقت يصعد. كل ما يحاول القط يسوي لها touch هي تظهر بمكان تختفي وتظهر بمكان ثاني. هذا التنفيذي لهذا البروجيكت. اتمنى تنفذوا وتكتبوا لي بالتعليقات اسئلتكم واني اجاوب عليها. مع السلامة.